لكن حادثة تانية وهو نازل في هذا الموكب البهيج وقف يسوع ونظر أورشاليم ورثه وبكى لحال أورشاليم في مرة قبلها قال أورشاليم يا أورشاليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع ادجاجة فراخها ولم تريدي هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا فإذا فعلا تمت نبوة المسيح لكن في هذا الدخول بكى يسوع على أورشاليم والجدير بالذكر أن يسوع بكى ثلاث مرات على نفس الجبل في بيت عنيا عند قبر ألي عازر عندما أقام ألي عازر من الموت بكى في بستان جات سيماني على الخطايا البشرية ثم بكى على أورشاليم لأنها لم تعلم ما هو لسلامها لأنها لم تعرف زمان افتقادها فإذن رئيس السلام يدخل المفروض مدينة السلام ولكنها لم تعلم ما هو لسلامها برضو يترك لكم بيتكم خرابا دموع المسيح لم تكن على نفسه دموع المسيح كانت دموع كفارية فدائية بنفس الوقت تحذرية يعني أنه ينتبهوا لأنه المشكلة كانوا زي التينة أوراق بلا ثمر عدم الإيمان والتصديق والرياء المبرقع وفعلا حياة اللي فيها ركزوا على كل يعني التقاليد بدل ما يركزوا على الشخص الرب يسوع لكن يوما ما إن العيون التي بكت على أورشاليم هي نفس العيون اللي بيقول عنها سفر الرؤية وعيناه كلاهيب نار طبعا للقضاء فإذن الرب يسوع المسيح أحبائي بكى على أورشاليم لأنها لم تعلم ما هو لسلامها